المؤتمر الشعبي العام يتجه نحو المزيد من التشضي على المستويين الرأسي والأفقي هذا ما كشفت عنه تطورات الساعات الماضية في صنعاء التي شهدت أول دورة عقاد عادية للجنة الدائمة للحزب خلال الخمس السنوات الماضية من زمن الحرب الدورة ثبتت صادق أمين أبو رأس في رئاسة الحزب الذي لم يعد حاكما وانتخبت رئيس مجلس النواب السابق حيراعي نائبا أولا وانتخبت قاسم الأبوزة وأحمد علي عبدالله صالح نائبين للرئيس وانتخبت غازي أحمد علي محسن أمينا عاما وهذا الأخير متهم بالضلوع في قتل معتصمي ساحة التغيير فيما عرف بمجزرة جمعة الكرامة خطوة كهذه قوبلت بالرفض من قبل فرعي المؤتمر الشعبي العام في تعزو الحديدة وبرفض قيادة المؤتمر الذي جاء في سياق بيان لم نستطع التحقق من مصداقيته حتى الآن صادر في العاصمة السياسية المؤقتة عدن لكن أهم ما اجتملت عليه مخرجات دورة الإنعقادة العادية هذه هو التصعيد المفاجئ لأحمد علي عبدالله صالح إلى نائب ثالث لرئيس المؤتمر والذي أثار الشكوك بشأن مستويات التنسيق المحتملة بين أبوظبي والحثيين ضدا على إرادة الرياضة التي دفعت بكل ثقلها لضمان استعادة مجلس النواب من الميليشيا الإنقلابية في صنعاء كما يرى المراقبون وكالة خبر التابعة لنجل المخلوع صالح أوردت خبر انعقادة دورة العادية لدائمة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وتبنت مخرجاته على نحو يكشف حقيقة موقف القائد السابق للحرس الجمهوري المنحل المقيم في أبوظبي من هذا الاجتماع ويكشف في الوقت نفسه الإعازة الإماراتية المحتمل الذي سمح بإضافة نجل صالح إلى معسكر صنعاء المناهض للتدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات بفاعلية كبيرة مرحلة تحرك الدم من جانب شركي التحالف الرئيسيين الرياض وأبوظبي دخلت بقوة على ما يبدو وها هي تكشف في بعض مراحلها عن مستويات جديدة من التنافس وربما التصارع بينهما حول مآلات الحرب الدائرة في اليمن فكل البلدين وفقاً للمراقبين دخل على ما يبدو في شراكة قصرية متعددة الأبعاد لا تقتصر على اليمن فقط بل ترتهن بصورة كبيرة للاستحقاقات المرتبطة بصفقة القرن الأمر الذي وسع من دور أبوظبي وأبقى موقف الرياض أكثر هشاشة تجاه ملفات حاسمة بالنسبة لأمنها القومي ومنها ملف اليمن وفقاً لهؤلاء المراقبين